شباب نجح سنكمل الرسم الوراء حسا ذاك الرسم خلصنا لجل هذا الرسم هذا الرسم بين من بين من بين الـ X بين الـ X بين الـ Y تركيز الـ X احنا اللي نطلعناه XA والـ Y هنطلعناه YA التركيز طبعا أخذناهن بالبداية أول تركيز طبعا الجدول هنا ما موجود بس احنا موجودة النقاط مالتي أول نقطة رسمناها اللي هي بين الـ Y الـ X عندماك واحد والـ Y واحد فنجح هذا هنا واحد أصعد المن عندما X و Y ساونا واحد إذن هاي أول نقطة النقطة الثانية عند التركيز احقدت 80 صعدت هاي 80 أجحنا أقول 80 المن يصعدت 90 هاي 90 فيتقاطع تطلع له هاي النقطة هاي نقطة الثانية النقطة الثالثة عندما احقدت التركيز عندي بالـ X عنده 45 هاي 45 تقريبا هنا أسبوع اجطا عدت هي و Y Y يجغل 73 هاي 73 طلعت عند النقطة وهكذا بقية النقاط قاطعت هن حسب كل واحد و جدوله شنو اللي يطلع عنده قيم المهم كملت ه初 الجدول كملت هاي النقاط هسا هاي النقاط كلهن أشارت هاي نقطة و هاي نقطة هاي عنده هاي نقطة هاي نقطة و هاي نقطة و هاي نقطة و هاي نقطة حسب الجدول انا جد مختار درجات حرارة راح تطلع لك عدد نقاط انت تقدر ترسم عني حس لو انتبه هان الجدول شكل مالتي يمته بواحد بالوايب لك ستليش لان اعلى قيمة للتركيز هي واحد ماكو تركيز اكبر من الواحد فاذن للمربع مالت واحد قبل كل شي لازم اسوي شنو خط الخمسة واربعين شن خط الخمسة واربعين يعني خط بزاوية خمسة واربعين هسا هاي زايا جقد هنا مصفر هاي زايا تسعين بن نص شقد largo file 45 هذا اجر مننا او اسوي مننا من الطول لطول خط الخمسة واربعين جيت وجدت حددت نقاطي هاي النقطة الولها هاي النقطة الثانية هاي النقطة الثالثة الرابعة الخامسة تسات حسب انتتش قد عندك نقاط بالجدول جيت حددت هنا هسا الخطوة الوراها شنو هسا نراسم الخطة الخمسة واربعين اجي بس مجرد أوصل بين النقاط وصلت بين النقاط واضح صار عندي صار عندي هذا الشكل هس اجي هذا الشكل شون راح احل علي اجي هسه هنا الشكل الجاهز هذا الشكل كامل وجاهز شا سوي اجي اول قطوة اجي اروح للتركيز تركيز البرودكت في على البرودكت اجي قد عداني سؤالي سؤالي يقولي انت عندك 95 هذا 95 اجي اودي اجي اروح يضرب بالخمسة واربع بالخط الخمسة واربع هذا واحد شا سميها هاي النقطة الفوق اي ناني اسميها نقطة سي شا سميها هاي النقطة الفوق اسميها نقطة سي منطقة دخول او او نقطة دخول هاي المادة ويا للخمسة واربعين اسميها سي واضح هسه صارت عندي نقطة سي اجي وراش اسوي اقول انا الدكتور اجي قللي بالبداية كنا حددنا ساتوريتد تذكرون هاي بالبداية الفيديو ساتوريتد اه لكوت ساتوريتد لكوت قلنا معناه خط مستقيم مين خط مستقيم شنو معناه خط مستقيم خط مستقيم خط مستقيم يجي من تركيز الفيديو ويامن اودي خليه يضرب ويامن ويضرب وياه الخط اللي رسمناه اجي هذا عندي هاي الثلاثين خليه زين او لا هذا عندي شنو هاي النقطة هاي صارت عندي النقطة هذا شنسمي احنا اذا ردي نسمي هذا شنسمي نسمي الكيو كيو لاين كيو لاين طبعا هذا الكيو لاين الكل رسم خاص بي بس عندما كل رسم خاص بي عندما يكوني مثلا ساتوريتد قلنا عدل يجي يوصل لهنا يوصل عدل يطخ بالقوس عندي عندما يكون بخار عندي فإحنا ساتوريتد لكوت ساتوريتد لكوت أخذنا عدل حسا صار عندي صار عندي هذا الخط الكيو هذا القوس الأول وطلعناه 100 من تركيز 30 ما لفيد وعندي الخط الثاني اللي طلعنا 100 من نقطة سي طلعنا عندي 2 الخطوط حسا وراء اجي شا سوي وراء اجي اجر قوس أو سه 100 من نقطة سي واضح من نقطة سي يعني سهم من نقطة سي ما رب يا نقطة ما رب نقطة بهاي النقطة اللي مديناها من تركيز 30 تركيز الفيد المن للقوس وخلي المن خلي يروح المن للوحي لازم يوازي لازم بمستوى يبدأ من نقطة سي ما رنب هاي النقطة يجي قاطع لهاي النقطة راح اعرف اش قد يطلع لي راح اجي اطبق علي معادلة رياضية مزيد اسأله ارجع اشوف اش قد طلع علي وش اللي راح اطبق علي وش اللي استفاد من يم اجهنا عن